العمران بيقولك إيه؟ إحنا ما قصد العمران هو إيه؟ إنه يزيد الخير يزيد الخير في الناس يزيد الخير في العلاقات يزيد الخير في الأرض يزيد الخير طب أنا جوز عشان أحقق العمران إزاي؟ أحقق العمران في نفسي فإن لي حاصل؟ فأتعلم الإحسان فتبقى أخرج أحسن ما فيه الله وأخرج أحسن ما فيه وكمان أربي أولادي على الإحسان فإيه اللي يحصل؟ فأساهم في تنشئة وبناء إنسان ويا سلام وإحنا عندنا كمان عندنا أحد أهداف الخطط الاستراتيجية عندنا بناء الإنسان يبقى أول حاجة أنا هساهم في بناء نفسية مليئة بالقيم وبالمهارات وبالمعرفة يبقى ما ده مقصد العمران عمرني وعمر كمان أولادي وعمر شريك حياتي إزاي أعمر أولادي وشريك حياتي؟ إن أنا أخلي شريك حياتي يخرج أحسن ما فيه وأنا كمان أخرج أحسن ما فيه إحنا هنا ما بنعملش توقعات بقى إحنا بنعمل مقاصد ممكن نقسها ونشوف حين حققناها ولا لا بعد كده المقصد اللي بعد كده حفظ العقل يبقى أنا أعمر العقل أعمر العقل إزاي؟ أنا وزوجتي أنا وشريك حياتي عنا تبادل الخبرات عنا تبادل المعرفة فيزداد فيصبح الزواج قيمة إضافية يا نهراء بيض فالجواز كده إيه؟ ما والعمران كده هيصبح الجواز ليا والشريك حياتي قيمة إضافية فأنا تبادل المعرفة وكل واحد فينا يضيف للآخر أما بقى في مقصد إيه؟ أما في مقصد حفظ الدين فيحصل إيه بقى؟ إن إحنا عنا نعيش بالقيم ونحول الحياة اللي عندنا حياة قيمية يعني إيه؟ إحنا مش هنختلف زي ما الناس عتختلف أنا عيش بالقيم وبيتنا ده عيكون قبلة للقيم وقبلة للأخلاق وعشان كده لما نختلف في أول الجواز بيختلفوا على حاجتين على مسألة مين يقود ومين الميزان مسألة سهلة الميزان عندنا ثلاث قيم الرحمة والخير والجمال يا سلام وبيتنا على طول هيكون بيت إنساني في إعلاق لمعنى الإنسانية والجمال نروح لمقصد بقى حفظ العرض هيحصل إزاي بقى إزاي في أكتر خير في العرض إحنا نعيش بعض بالشهامة وبالنجدة وأنا مش هخلي مراتي تتحس بأي خوف أنا أحسسها دايما إن عرضها مصان وإن هي دايما أنا بالنسبة لها أمانها فعشان كده أتحس إن عرضها محفوظ لا أنا أتكلم عليها كلام سلبي ولا ممكن أنا روح أشتكي وقفش أسرارها وهي أكيد هتعمل نفس الكلام ده فإحنا عندنا السر جزء من العرض وعشان كده البيت عرضه يكون مصان وكل واحد فينا يحس إنه البيت اتعمر بإن العرض ما حدش بيقدر يخصم منه لا ده كل واحد بيضيف للعرض كل واحد ما هيجي يتكلم عن شيرك حياته هيتكلم بأحسن الكلام أما بقى في العمران في المال بقى إحنا عندنا مقصد إيه هو ترتيب الأولويات عشان إحنا عندنا خطة للتعمير نستمر فيها وعشان كده إحنا عندنا ترتيب للأولويات لإن إحنا عندنا غاية إسمها إيه الغاية؟ إن إحنا نستثمر نعمة الله دايما نعمة الله تزيد ما تنقص وعشان كده إحنا عندنا نستثمر مع بعض